وللمزيد من تفاصيل ينضب معي من جد الأستاذ المشارك في الطاقة المتجددة والهندسة الكهربائية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد الصخيري الدكتور فهد مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم دكتور فهد في البداية قلنا نقول هل وجود الألواح الشمسية في جميع مناطق المملكة مجدي ويمكن أن يكون بديل للكهرباء بشكل كلي؟ أهلاً وسهلاً بكم جميعاً أسعد الله مساءكم بكل خير سعيد بتواجدي معكم في الإخبارية بطبيعة الحال وهب الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية موقع جغرافي ممتاز لمصادر الطاقة المتجددة وعلى وجه الخصوص الطاقة الشمسية حيث تقع في نطاق الحزام الشمسي وبساعات إسقاط شمسي تصل إلى 8.9 ساعة في اليوم الطاقة الشمسية بطبيعة الحال بدأ الاهتمام فيها على نطاق المشاريع الكبيرة لكن بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر المشاريع المتوسطة والكبيرة مجدية اقتصادياً إذا تكلمنا عن الجدوى الاقتصادية والمشاريع الصغيرة تعتبر أيضاً مجدية اقتصادياً إذا كان الاستهلاك للطاقة الكهربائية يفوق الستة ألاف كيلوات ساعة في الشهر أي نتجاوز الشريحة الأولى وتعرفة الشريحة الثانية التي تصل إلى 32 هالة لكل كيلوات ساعة الطاقة الشمسية مجدية اقتصادية نعم لكن لا يمكن الاعتماد عليها بنسبة 100% أو الاستغناء عن الكهرباء في الشبكة العامة نظراً لأن الطاقة الشمسية تحتاج لوسائل تخزين الطاقة نظراً لأن الطاقة الشمسية تستخدم في ساعات معينة أيضاً الطاقة الشمسية لا يمكن التنبؤ بها في الساعة القادمة وفي اليوم التالي في العديد من الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى دراسات مثلاً تخزين الطاقة الكهربائية عن طريق البطاريات لا زال الموضوع هذا قيد الدراسة حتى على مستوى العالم إذا تطورت تقنيات تخزين الطاقة ممكن الاعتماد على الطاقة الشمسية لكن أيضاً هناك عدة تحديات تشغيلية مثل التأكد من جودة الطاقة التأكد من استقرارية الطاقة إلى آخره هذه لا يمكن التأكد منها في الفترة الحالية نعم نعم طيب دكتور فهد أيضاً تضمنت إحدى مستهدفات المملكة لعام 2022 إطلاق مبادرة لتركيب الألواح الشمسية في تسع مواقع منها المباني التعليمية وأيضاً المساجد ما هو الأثر المتوقعي دكتور لهذه المبادرة بالتأكد مبادرة رائعة جداً تأتي بعد الاهتمام بالمشاريع الكبيرة على مستوى المملكة شاهدنا إطلاق وطرح العديد من المشاريع الكبيرة لتوريد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة على وجه الخصوص الطاقة الشمسية حيث تصل سعات الطاقة المتجددة التي تم طرحها إلى 6 جيجا وات وأحد مستهدفات الوزارة الطاقة في 2022 إن شاء الله بطرح مشاريع بـ 6.7 جيجا وات بإذن الله تأتي هذه المبادرة أيضاً للاهتمام بالمشاريع المتوسطة والمشاريع الصغيرة في الطاقة المتجددة بالتأكيد هذه المبادرة لها أثر إيجابي باستغلال المساحات على أسطح المباني التعليمية على أسطح المساجد في الجامعات في مواقف السيارات بقدرات تصل إلى 1 ميجا وات ودعم هذا التوجه طبعاً المباني التعليمية والمساجد من المميزات لها إن ممكن التنبؤ بمنحن الحمل الكهربائي نظراً للمعرفة المسبقة بالأحمال الكهربائية لأن أوقات الصلوات في المساجد معروفة طوال السنة وأيضاً بالمباني التعليمية معرفة الدوامة الرسمية طوال السنة فهذه الأمور لها أثر إيجابي أيضاً بالإضافة إلى أن تركيب الألواح الشمسية في المباني التعليمية أو في المساجد يحث أيضاً المنشآت الأخرى على الموضي قدماً لتركيب الألواح الشمسية في المنشآت دكتور فهد دكتور فهد دعونا نتكلم على موضوع المشاريع للأفراد باتجاه بناء محطات توليد طاقة يا دكتور فهد متجدد الأفراد هل هو يعتبر استثمار مجدي وجيد؟ بالتأكيد يعتبر استثمار مجدي إذا توفرت المساحة الملائمة وإذا كان تحسب تكاليف تركيب هذه الألواح بالإضافة إلى تكلفة أو سعر بيع هذه الطاقة للشبكة العامة بعد معرفة التكلفة للواح الشمسية والأنظمة كم ممكن لدخل عائد يا دكتور فهد؟ تعتمد على النظام حقيقة تعتمد على النظام ويعتمد على سعر بيع الطاقة حالياً سعر بيع الطاقة للشبكة العامة حوالي 7 هللات 7 هللات لكل كيلوات ساعة الطاقة بنشتري من شركة الكهرباء في الشريح الأولى بـ 18 هللات تعتبر أعلى فهي تعتمد تعتمد على المساحة أيضاً المتوفرة في المنزل أو في المكة تقريباً النصف يا دكتور صح أو لا؟ عفواً تقريباً النصف تقريباً هي يعني ممكن يعني فيه دراسات عملت بالنسبة للمساجد والمباني التعليمية توصل يعني إذا كان فيه مساحات متوفرة تصل يعني تصل إلى تخفيض الفاتورة إلى النصف أحياناً وحياناً إذا كان فيه مساحة كبيرة تصل إلى أكثر من نصف أيضاً بالنسبة هناك بضل كما تعلم فيه جاذبية مالية لأنه من خفاض التكلفة الرأسمالية لتركيبة الواحي الشمسية يعني نرى سنة عن سنة التكلفة بتنخفض بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر